بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إخوتي على عزاء الكرام متابعي ومشاهدي قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة يردني الكثير من الأسئلة من الكثير من الإخوة متابعي ومشاهدي القناة ومن الإخوة أعضاء مجموعة محبي الأحجار الكريمة مجموعة على الفيسبوك أسئلة تتعلق بأنواع الأحجار التي يمكن صقلها وما يمكن أن يظهر من هذه الأحجار والقيمة التي يمكن أن تباع بها هذه الأحجار هذه الأحجار التي يسألون عنها هي عبارة عن أحجار من الكالسيدوني أو الجاسبر لذلك أحببت في هذا الفيديو أن أعرض عليكم مجموعة من أحجار الجاسبر المختلط الألوان قمت بصقلها وتشكيلها بهذه الأشكال الجميلة كما تشاهدون هذه أحجار جاسبر مختلط اللون شاهدوا إخوة الكرام الكثير من الأحجار الجاسبر فيها ألوان متعددة ومتداخلة عند صقلها يمكن أن تبدو بشكل جميل جدا كما تشاهدون أحجار الجاسبر تمتاز بقساوة تتراوح من 6 درجات إلى 7 درجات على مقياس موس كما أن أحجار الجاسبر تتميز بكثافة تتراوح من 2.6 ولغاية 2.9 ولذلك فإن أحجار الجاسبر مثلا لن تنخد شماعي باستخدام هذه السكين وذلك لأن السكين قساوتها 5.5 درجات في حين أن قساوة الجاسبر هي عبارة من 6 إلى 7 كما قلت لكم نلاحظ أن السكين يتآكل على سطح الحجر ولم يخدش الحجر بالمر فالحجر هو أكبر قساوة من السكين هنا أيضا كما تشاهدون لدينا أحجار من الكالسيدوني هذه الأحجار ليست عالية شفافية هي نفوذة للضوء وشفافة إلى حد ما تظهر فيها أشكال جميلة وألوان جميلة كثيرا ما تظهر بمثل هذه الأحجار من عقيق الكالسيدوني هذه الأشكال الجميلة والصور الجميلة الحقيقة أن مثل هذه الأحجار هي ليست نادرة وبعد سقلها يمكن أن تباع القطعة بحوالي 10 دولارات إلى 15 دولارا يمكن للأحجار الجميلة أن تصل إلى 20 دولارا أو إلى 25 دولارا لكن بطبيعة الحال هذه أسعار وتتلاوح من 10 إلى 15 إلى 20 دولارا وسطيا لذلك أحببت أن أبين لكم ماذا يمكن أن تحصلوا عليه من سقل أحجار الجاسبر المختلط الألوان والكالسيدوني المختلط الألوان وبماذا يمكن أن تبيعوا هذه الأحجار ما هي الأسعار المتوفرة أو الأسعار الشائعة لمثل هذه الأحجار في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم إلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله عز وجل دمتم بخير وصحة وعافية من الله عز وجل ورزقكم الله رزقا حلالا طيبا مباركا بأمان الله وحفظه استودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته